في السنوات الأخيرة انتشرت بشكل كبير جداً وغير مسبوك ملاعب الكرة الخماسية في كل أنحاء الجمهورية في أي مكان أنت ماشي هتلاقي ملعب أو ملعبين للكرة الخماسية فيهم إضاءة، فيهم نجيل صناعي ملعب يعني تدي مساحة كويسة للممارسة وأصبح معظم الشباب في مصر بيلعبوا كرة قدم أو بيمارسوا كرة القدم في الملاعب الصغيرة دي ملاعب حجمها أو مساحتها أشبه بملاعب الهندبول حتى الجوال فيها حجم نفس ملعب الهندبول مش ملعب الحداشر فبالتالي قاعدة الممارسة في الحتة دي انتشرت بشكل كبير جداً في مصر وكان السؤال الحقيقة رغم وجود حجم الممارسة ورغم وجود مواهب بالتأكيد مهمة جداً ليه ما قدرناش نطور القصة دي على مستوى الأندية والمنتخبات خلينا أقول لحضراتكم أن منتخبنا الوطني لكورة الصلاة اللي بيقدم الحقيقة مستويات رائعة جداً وميازة جداً في بطولة أمم إفريقيا اللي بتصادفها حالياً المغرب المنتخب المصري نجح في الصعود لدور نصف النهائي وهيواجه فيه المنتخب الأنجولي في دور المجموعات كسبنا ليبيا بنتيجة أربعة صفر كسبنا نميبيا بنتيجة عشرة ثلاثة وكسبنا موريتانيا بنتيجة سبعة ستة وتأهلنا النصف النهائي وإن شاء الله بإذن الله لو تجوزنا المنتخب الأنجولي هيكون عندنا مواجهة متوقعة غالباً يعني هتكون مع المغرب صاحب الأرض والجمهور واللي بيصديف البطولة